بسم الله الرحمن الرحيم مرت علينا مستحبات مذكورة في تكبيرة الأحرام منها رفع اليدين ممكن الإنسان يكبر من دون رفع يديه لكن هذا الرفع مستحب وأن يبدأ بالتكبير مع ابتداء الرفع وينتهي من التكبير مع انتهاء الرفع الله أكبر بحيث إيده لما توصل إلى النقطة الأخيرة يكون خلص وأن يوصل يديه في التكبير إلى ما يحاذي شحمتي الأذنين هذه كلها أمور ليست إلزامية وإنما هي محبوبة مطلوبة وأن يستقبل القبلة بباطن كفيه لما يكبر تكون باطن الكفين أمام القبلة ممكن هالشكلهم يكبر لكن هكذا أفضل مستحب وأن تكون يداه مضمومتي الأصابع هم ممكن لو فرضنا أصابع مفتوحة لا مشكلة فهذه هي تكبيرة واجبة ممكن يسويها بطريقة يحصل أدة مستحبات أدة أجور الحين ممكن الإنسان يشك في التكبيرة والشكو قسمان تارة في أصل الإتيان بها وتارة في صحتها فإذا كان الشك في أصل الإتيان بها يقول أنا كبرت لو ما كبرت هذه لها صورتان صورة يكون فيها قد تجاوز المحل يعني بدأ بقراءة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم شك أنا كبرت أو ما كبرت هذا شك بعد التجاوز يبني على أنه قد كبر قاعدة التجاوز مجراها الشك في أصل وجود الفعل بعد الدخول في عمل آخر مترتب عليه وتارة لا يكون قد دخل في العمل اللاحق تو وواقف بعد مو قايل بسم الله الرحمن الرحيم شك أنا كبرت أم لا هنا ما في تجاوز بعد ما تجاوز فعليه أن يكبر هذا إذا شك في أصل الاتيان بها وإذا أتى بها لكنه شك في صحتها قال الله أكبر فيشك الراء طلعت مضبوطة أكبر أو لا لا يحتاج إلى الدخول في جزء اللاحق مجرد أن فرغ منها تجري قاعدة الفراغ وقاعدة الفراغ مجراها الشك في صحة الموجود في شيء موجود لكن هل هو صحيح أو غير صحيح هذه القاعدة تجري بمجرد الفراغ من الشيء من دون حاجة إلى الدخول في الجزء اللاحق يعني صار فرق بين الشك في أصل الوجود أنني كبرت أم لا هذه لازم يكون داخل في الجزء اللاحق حتى تجري القاعدة إذا ما داخل بعده في الجزء اللاحق يكون يجيبها أتارة يعلم أنه أتى بها لكن هل أتى بها صحيحة أم لا تجري في حقه قاعدة الفراغ فيبني على الصحة هذه ما فيها نقاش هناك شيء مستحب بعد تكبيرة الأحرام وقبل البسملة قبل قراءة الحمد وهي الاستعاذة بالله سبحانه من الشيطان الرجيم لما واحد يكبر تكبيرة الأحرام مستحب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بالحمد إخفاتاً إذا قالها جهراً هم ما يضر زين هذه الاستعاذة قلنا مستحبة وليست إلزامية الحين واحد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شك أنا كبرت لو ما كبرت شك في أصل التكبير لأن قلنا إذا يدري مكبر لكن ما يدري مضبوطة أو لا خلص لا مشكلة فراغ لكن إذا شك في أصل وجود التكبيرة قلنا لو كان داخل بالحمد بادي بالبسملة تجري قاعدة التجاوز أما إذا لا بعد الحمد مبادي فيها بادي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هي عمل مستحب هل تجري في حقه قاعدة التجاوز خلاف بعض الفقهاء قالوا له قاعدة التجاوز تجري بعد الدخول في واجب آخر لا في مستحب وهذا الرأي يقول به السيد الخوئي رحمه الله قاعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شك أنا كبرت أم لا السيد الخوئي يقول ما كبرت تعتبر نفسك ما كبرت لأنك بعد لم تدخل في الجزء الواجب الآخر فلا تجري قاعدة التجاوز الرأي الرأي الآخر يقول لا ما دام دخلت في عمل آخر مترتب على العمل الأول حتى لو كانت هذا العمل الثاني مستحبا تجري فيه القاعدة وهذا رأي السيد السيستاني يقول خلص أنت من قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجاوزت محلة كبيرة الأحرام فتعتبر نفسك قد قلتها هذا الكلام يجي في أمور كثيرة مثلا لو واحد قال كذلك الله ربي بعد مستحبة هذه الجملة بعد قراءة التوحيد إما أن يقول كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا قالها من قالها كان فكرة مشغول صار يشكك أنا الصنق ريت قل هو الله أحد لو ما قرأتها بس خلصت الحمد وقلت كذلك الله ربي يمكن هو يقول يمكن هالشكل فعلى رأي السيد الخوئي رحمه الله يعتبر نفسه بعد ما قرأ التوحيد يرد يقراها ما صار تجاوز على رأيس سيد السيستاني لا صار تجاوز لأن كلمة جملة كذلك الله ربي محلها بعد التوحيد ولو كانت مستحبة القنوط واحد بالقنوط أو شك أنا قرأت قل هو الله أحد ما قرأتها السيد الخوئي يقول تعتبر نفسك ما قرأتها لأن هذا عمل مستحب والدخول في العمل المستحب ما يعتبر تجاوز السيد السيستاني يقول تجاوز وكثير إذا أريد نجيب أمثلة كثيرة جدا في الركوع مثلا والسجود يستحب للإنسان أن يقول فرضوا بعد الذكر الواجب بعد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحان وآل 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 فإذا فرضنا أن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله محلها بعد الذكر الواجب الآن يجيب الصلوات وشك أنا قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أو ما قلت نفس الحشي يجري فيه بعد التسبيحات الأربع بالركعة الثالثة والرابعة مستحب أن يستغفر الله سبحانه يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه قعد يقول الاستغفار أشك أنه سبح أم لم يسبح نفس الكلام يأتي فيه لا هذا في الشخص العادي مو كثير الشك ما يأتني كثير الشك نعم وأنت زين الحين نذكر الواجبات الإمام المأموم كل واحد كل واحد يتبع رأي مقلده إذا نعم يتابع الإمام يتابع الإمام ما يخالف يتابع في الأمور اللي هو يشك سواها أو ما سواها يمشي ويا إذا شاف الإمام فعلها مثلا يعرف طبعا في الركعات هذه في الركعات يعتمد المأموم على الإمام والإمام على المأموم ممعلوم في الأجزاء يعتمد في عدد الركعات زين الحين قلنا النية وتكبيرة الإحرام نوا وكبر تكبيرة الإحرام شنو الواجب الآخر اللي يكون موجود القيام البارحة مر علينا أن القيام أربعة أقسام أثنان من أقسام القيام أركان واثنان ليس من الأركان القيام حالة تكبيرة الإحرام ركن القيام المتصل بالركوع الذي هو قبل الركوع للذي بعد الركوع هذا أيضا الركن وأما القيامان اللذان ليس من الأركان فالقيام حال القراءة والقيام الذي يكون بعد الركوع بعد الركوع واجب لكنه ليس ركنا الأثر وين يظهر كل واجب الأثر يظهر أنه مر علينا الركن هو الجزء أو الشرط الذي لو ترك حتى سهوا تبطل الصلاة بتركه حين فرضنا واحد جاء يريد أن يصلي هو قاعد سهوا كبر تكبيرة الإحرام هو قاعد أو في طريقه إلى القيام قاعد يوقف لكن بعد ما وقف وكبر تكبيرته باطلة خلص مرة أخرى يعدل نفسه يقف ويعيد التكبيرة يعيد ولو فرضنا ظل فكرة مشغول هو قاعد تكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الحمد والسورة أو ركع وبعدين الذكر ما سوى شيء ما فعل شيء يرجع من أول يعيد القيام حالة تكبيرة الإحرام زين الحين القيام حالة القراءة قلنا موروكون لو فرضنا هالشكل يريد نتصور المسألة شخص وقف كبر تكبيرة الإحرام واقف فكرة شرد راح غير مكان قعد قرى الحمد والسورة وهو قاعد ثم قام وقف وركع وقف ما ركع قال أنا شويت شنو هذي كبرت تكبيرة الإحرام وأنا واقف هو قعدت قرأت الحمد والسورة وأنا قاعد وقفت وركعت صلاة عدلة عدلة شنو اللي راح منه راح منه القيام حال القراءة لأن القيام حالة تكبيرة الإحرام كان موجود بعدين قام وقف وركع القيام المتصل بالركوع أيضا وجد اللي فاته القيام حال القراءة وهذا ليس ركن فما راح يأثر لأن مو متعمد فوات الجزء غير الركني من دون تعمد لا يخل زين نجي نشوف هالمرة القيام المتصل بالركوع شنو يعني القيام المتصل بالركوع معناه أن يحصل الركوع عن قيام أن ينتج الركوع عن قيام مو معنى هناك تصور تصور خاطئ عند البعض أنه القيام المتصل بالركوع يعني لما تخلص الحمد والسورة أوقف شوية أو أركع ما كوه شكل شيء القيام المتصل بالركوع يعني أن يحصل الركوع عن قيام نحن نقدر نتصور واحد ركوعة يحصل من دون قيام تصورات كثيرة نرجع النفس هذا الشخص القاعد نفترض هاي ينسى مثلا فكرة مشغول الإنسان فكرة من يصير مشغول كثيرا ما يضيع الأول والتالي ينقلون عن أحد العلماء القدماء قضية يقولون شان قاعد يكتب كتاب يألف كتاب اجت زوجته قلت له الريد بصل اشتري لنا بصل زين اشتري لكم راحت هو يكمل كتابته بعدين ثاني يوم جاء يراجع الكتابة شاف كاتب بصل لأن فكرا شغل شغلت باله اجت قلت لها الريد بصل بعد هو بالأثناء فكرا شده كتب الكلمة يصير الانسان فكرا لما يروح يمين شمال قد يضيع بعض الامور ويقولون قال لو اردت بصل لضيعت مسألة اريد لي بصل مسألة ضاعت مني عموما هذا الشخص اجا وقف كبر تكبيرة الاحرام واقف وراح فكرا قعد قرى الحمد والسورة هو قعد وانحنى من انحنى تذكر انه لازم اوقف صلاته بطلت صلاته بطلت ليش لان حصل ركوع ماكو قبل قيام حصل ركوع ما قبله قيام القيام المتصل بالركوع راح لو قال زين شنو المشكلة اوقف واركع ما يصير لان انت الحين ركعت اذا رديت وقفت واركعت صار ركوع فالصلاة بطلت هذا معنى الركوع القيام المتصل بالركوع هذا معنى مجرد ان وصل الى حد الركوع اللي صدق عليه ذلك زين بعد بعد نقدر نتصور تصور اخر شخص خلص الحمد والسورة الحين المفروض يركع راح باله هوى الى السجود نزل للسجود من وصل قبل ما يسجد الذكر الذكر لا مشكلة يقوم يوقف ويركع لو رجع منحني ما وقف ما وقف وركع يقول الان الان نازل على شنو اوقف توقف لانه اذا رجعت منحني هذا الركوع ما نتج عن قيام ما كان قبله قيام انت الان قعد تقوم من هالم كان تقوم منحنيا فهذا الركوع ما قبله قيام فاتك القيام المتصل بالركوع يقوم يوقف عدل ويركع حتى يحصل القيام المتصل بالركوع وهذا القيام المتصل بالركوع مع الركوع الذي بعده لابد ان يكون منويا مقصودا ممكن الانسان ينحني ينحني لا لأجل الركوع التليفون رن هو توم خلص الحمد والسورة رن التليفون فانحنى ليطفئه يقول زين أنا الحين منحني خلي اعتبر ركوع ما يقدر يرد يوقف يقف مستقيما وينحني هذا كله يكون يحصل عن قصد لأن الصلاة عبادة لابد أن تحصل عن نية وهذا الانحناء ما كان لأجل الركوع إذن القيام هذا ثلاثة عرفنا حالة تكبيرة القراءة قبل الركوع ما بعد الركوع ما بعد الركوع قلنا واجب لكن ليس ركن شلون نتصور أنه فاته هذا الواجب سهوا ركع واحد كان واقف وقرأ حسب الأصول وركع الحين من ركع غفل فنزل للسجود ما قام ما قام عقب الركوع نزل للسجود إذا تذكر قبل أن يضع جبهته على التربة مثلا يرجع يوقف حتى يصير قيام ما بعد الركوع ثم يهبط أما لو فرضنا سجد خلص عقب ما سجد اتذكر أنا عقب الركوع ما قمت ما يضر لأن القيام الذي بعد الركوع وإن كان واجبا إلا أنه ليس ركن فنسيانه لا يضر بالصلاة وصلى الله على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر